مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة الوجه المشرق قصة أصحاب الفيل جرى تخليدها في القرآن الكريم بصورة كاملة سميت بنفس الاسم حيث أوضحت الآيات الكريمات مصير من يتحدى الله ويتكبر عليه بل وشددت على أن الهلاك سيكون مصيرهم بل سيصبحون عبرة للعالمين كما جرى مع أبرهة الأشرم وجيشه الراغب في هدم الكعبة وفي هذا الفيديو سنتعرف على هذه القصة بشيء من التفصيل العبرة من قصة أصحاب الفيل قصة أصحاب الفيل تعد من القصص التي تشرح كيفية تعذيب الله للكافرين الماضين في الأرض فسادا وظلما حيث وردت بصورة الفيل وهي من قصار الصور التي أنزلها الله من أجل تقديم الوعظ عن طريق ما حدث لأصحاب الفيل والله تعالى يقول في كتابه العزيز ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول قصة أبره من البداية القصة تعود بدايتها إلى أبرهة الحبشية عندما كان واليا على اليمن وكانت اليمن في ذلك الوقت تابعة إلى النجاشية ملك الحبشة فقام أبرهة بتشييد كنيسة عظيمة كي يجعل العرب يغيرون وجهتهم عن الحج إلى بيت الله ويذهبون للحج إلى تلك الكنيسة التي بناها أبرهة وأرسل أبرهة إلى النجاشية ليخبره أنه قد بنا كنيسة عظيمة لم يسبق لأحد أن بناها من قبل وأنه لن ينتهي حتى يجعلها وجهة العرب للحج ولكن العرب أنكروا ما قام به أبرهة ورفضوا تلك الكنيسة التي شيدها من أجل تغيير مكان الحج العرب المقيمون في الجزيرة العربية وغيرها أجمعوا على أن ما فعله أبرهة يعتبر ذنبا عظيما لأنهم أبناء إبراهيم وإسماعيل أنبياء الله فكيف لهم أن يحجوا إلى الكنيسة ويتركوا بيت الله الذي بناه أولياؤه وقيل أن أحد العرب ذهب إلى كنيسة أبرهة وأحدث بها أمرا تحقيريا كما ذكر أن بن كنانة قاموا بقتل الرسول الذي بعثه أبرهة من أجل دعوتهم إلى الحج بالكنيسة ورد أبرهة على سخرية وازدراء العرب له بالرغبة في الانتقام منهم فعزم على هدم كعبتهم وجهز جيشا هائلا وجعل في مقدمته فيلا ضخما فخرج العرب لمحاربة أبرهة وكان من أوائل الذين خرجوا لذلك اللقاء رجل من أشرف اليمن يدعى ذو نفر ولكن أبرهة انتصر عليه وأخذه أسيرا لديه ونجح أبرهة أيضا أن يهزم رجلا آخر يسمى نفيل بن حبيب وأخذه أيضا كاسير ليصبح دليلا لجيشه حتى يستطيع الوصول إلى الكعبة وحينما وصل أبرهة إلى الطائف أخبره بعض رجال ثقيف أن الكعبة موجودة بمكة وأرسلوا معه أحد الرجال ليدولهم على مكانها وذلك من أجل أن لا يهدم أبرهة بيت اللات الذي تم تشيره في الطائف وذكر أن الرجل الطائفي مات في الطريق وأصبح قبره مرجوما من قبل العرب واليليمن أرسل كتيبة من جنوده بين الطائف ومكة إلى قريش ليعود له محملين بالغنائم وكان من بينها مئتي بعير تابعين إلى عبد المطالب ابن هاشم وهو سيد قريش التي عرفت أنها لا طاقة لها بمحاربة أبرهة حينها قام أبرهة بمراسلتهم ليخبرهم أنه جاء فقط من أجل هدم الكعبة فإن تركوه يفعل ذلك دون جدال فلا مجال للحرب والمناوشات خرج عبد المطالب للتفاوض مع أبرهة وصال أبرهة عبد المطالب عن حاجته فأخبره أنه يريد المئتي بعير فتعجب أبرهة من طلبه حينها فأخبره عبد المطالب أنه رب المئتي بعير ولكن للبيت رب سيحميه من بطش المتكبرين فعاد أبرهة الإبل إلى عبد المطالب لكنه أبى أن يتراجع عن هدم الكعبة عاد عبد المطالب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش وأخبرهم بعزم أبرهة على هدم الكعبة وطلب منهم الخروج من مكة والبقاء في الجبال المحيطة وقاموا بتوجه إلى الله بالدعاء لينصر بيته هلاكوا أبرهة تقدم جيش أبرهة ناحية مكة غير أن الفيل برك على الأرض ولم يتحرك ولكنهم كلما وجهوه جهة أخرى غير مكة كان يتجه إلا اتجاه مكة فوقع عليهم عذاب الله حيث أرسل عليهم جماعات من الطيور وكان يحمل كل طائر ثلاثة أحجار واحدا في منقاره واثنين في رجليه كانت تهرك كل من تنزل عليه كأنها جمرات من النيران والمؤرخون ذكروا أيضا أن أبرهة كان تساقط لحمه عن جسده ولم يمت إلا حين من شق صدره عن قلبه وهكذا أهلك الله أصحاب الفيل ليكونوا عبرة لكل الظالمين والمتكبرين الراغبين في تحدي الله عز وجل وهكذا يوضح لنا هذا الفيديو قدرة الله تعالى في نصر الحق هذا كل شيء أعزائي المشاهدين لا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ترجمة نانسي قنقر